مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يشكو أصحاب المزارع لتربية الأغنام والأبقار في منطقة المثلث من شح الإقبال هذا العام على حجز وشراء أضاح العيد قائلين إن المشهد هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة حيث أنه ومن المعتاد في مثل هذه الفترة أن تبدأ العائلات بشراء أضاح العيد ولكن يبدو أن الأوضاع العامة والاقتصادية السيئة التي يعيشها الناس بسبب الحرب تحول دون ذلك هاي السنة الإشي محسوس فيه وشعرين فيه أنه البيع والكبول على الخراف والعجول واختيار الأضاحي أخف من كل السنة وشايفيني الإشي بعينينا كل السنة إحنا متعودين مثل هاي الأيام مخلصين كل بضاعة يعني كل اللي عنده خرفان وعجول كلها مبيوعة معلمة مدفوع حق عربون أو مدفوع حق بالملان وإنما هاي السنة الإشي أخف الظاهر أن الحرب والضغط اللي بيصير بالمجتمع الأربي والحرب وأثر بشكل شديد على الإكبال على الأضاحي ولا يختلف كثيرا حال الملاحم عن حال مربي الماشية حيث يلمسونهم أيضا ضعف الإقبال على شراء اللحوم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة حيث يلاحظون تراجعا شديدا بالإقبال على الشراء بسبب الظروف الاقتصادية وحالة الحرب المستمرة والتي أثرت بشكل كبير على إقبال الناس على شراء اللحوم وأضاحي العيد بسبب الحرب أثرت على الوضع ونسبة الإقبال على الشراء خفت بسبب الأوضاع كان بعياد سابق أفضل بالبيع أكثر بكثير يعني عنا حسا خف بنسبة 70% خف في البيع في الشي أكبال على الشراء اللحوم بسبب الحرب بسبب الأوضاع جدير بالذكر أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعا كبيرا في أعقاب ارتفاع أسعار اللحوم الجنوني والذي تأثر بعدة عوامل منها الحرب المستمرة على غزة والتي أدت إلى شح الاستيراد نهيك عن أنه وبسبب الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمجتمع العربي جراء الحرب فحتى من يقدم على الشراء يطلب أوزانا خفيفة حتى لا يتكبد عبءا اقتصاديا ثقيلا في ظل الأوضاع السئدة